تتعدد فوائد الزبيب في رمضان وتناوله في وقت الفطور اذ يعتبر الزبيب احد انواع الفواكه المجففة الشهيرة ويتم الحصول عليه عن طريق تجفيف العنب يؤكل الزبيب نيأ او يمكن ادخاله في العديد من الاطباق اذ يستخدم على نطاق واسع في عمل الحلويات والمشروبات الرمضانية على غرار المسفوف والطاجين الحلو وهو مصدر مهم للطاقة بالنسبة للصائم ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية يساعد الزبيب في رمضان في عملية الهضم لاحتوائه على الالياف الغذائية ان الاستهلاك اليوم للزبيب خلال شهر رمضان ينظم من حركة الامعاء يعالج ويمنع الاصابة بفقر الدم فهو يعد مصدر غني بالحديد والنحاس والفيتامينات يقلل الحموضة لانه يحتوي على البوتاسيوم والماغنيزيوم ويمنع ايضا من الاصابة بالسرطان حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الاكسادة متعددة الفينول والتي تسمى الكاتيكين يحافظ على صحة العين واوضحت الدراسات ان الزبيب مفيد للبشرة اذ يحمل جلد من الداخل من اي ضرر كما يصلح للبشرة ويجدد خلايا الجلد ويمنعه من الترهل كانت هذه معلومات عن الزبيب نلتقي في معلومة اخرى صحة طرق اشتركوا في القناة